أنا بقرأ الفيلم مع الأستاذ كريم أيوة وقلت له الرجل الدكتور ده يسرى كده بالظبط كده أكرت في إيه عم؟ أنا مش عارف أنا مش عارف لا بس إنت قلتولي الشكل يا عم مش عارف دلوقتي لا مش عارف دلوقتي إيه اللي جابها في ساعتها وبعدين لما بصينا لبعض كنت أنا وهو وسام الكاتب وسام صبري قال لي إيه ده؟ آه 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 يعني فيه عارفة اللهم اتنوارت احنا قلنا يا ريت يعني إنت مكتوب عندك فلسقية الدكتور الدكتور دمان؟ قلت له ده يسرى ده بص بقى ده يسرى عملته وشكلها بقى عامل كده وبدأنا نتخير ونحلم إحنا التلاتة وإحنا قاعدين والستة ولا على بالها حاجة أمرا حد عاش فلاقيت ده اليوم ده الظهر فعلا أنا قاعد أنا وكريم وهو سام صبري الكاتب فكريم قال لي بقولك إيه؟ أعرض أنت عليها الطبيعي إنه كريم يكلمها ما سواء كريم قال هي هيعجبها إنها تعمل شريرة ونبرها قلت له هتوافق هتوافق هترضى تعمل الدور ده بالزبط فقلت له إيه أنا هجرب أنا أكلمها خلصنا القاعدة بتاعتنا نزلت بالليل مع زمعة العشا لقيتها في وشي موجودة قلت لها بقولك إيه دي ساين دي علامة تعالي نقعد بس خمس دقيقة على جنب هحكي لك حاجة وحكت لها الموضوع فبصت لي قاعدة جنبي كده فبصت كده حلو 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 زكية خلي كريم يكلمني كده يعني معلسكش أصل ده أنا هبقى لا خالص حلو 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 يعني هو كده كبتل من ستات شريرة ولا هي كرويلا ديفيل ولا هي يعني كمان في مش النموذج التقليدي للشر لا أنا عجبني التوليفة بتاعتها هو حكالي الباكراوند اللي مبانش في الفيلم اللي حيبان جزء يعني هو هيبان معناه في الجزء التاني إن شاء الله هو حكى تاريخ الشخصية تاريخ الشخصية هي وصلت لهنا هو مقنع عمر إسماعيل مقنع زي ما بيعمل مقنع بصي أكشن كتير جدا أنت عارف حجازي بيتكلم على شقه إسماعيل بيقوله ده يدرس المباحث إزاي تتباحث يعني رجل كده إيه يعرف يقنع ويبلف اللي قدامه ما هو في الآخر كمان بيقوله أنا بعمل كل حاجة بمزاجي تباركا طيب بس إنت كده في الحياة نجمع عبر يوسف إنت كده في الحياة يعني تاخد الناس بالراحة كده ولا لأ ده في الفيلم بس لا أنا كعمر ما بتعصبش ما عنديش فكرة الانفعال عندي دايما الهدوء والإقناع لأن أنا بحب لما أعمل حاجة أقتنع فبحب بالتالي أن أنا عشان حد اللي قدامه يعمل حاجة لازم يقوم مقتنع يعني أنت فيك لقطة من إسمائك أكيد 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 أه يعني تعرف مش هازي قول تبليف أه يعني هنقولها بطريقة أي تعرف ما هو ذاكي في الإقناع بانتو منطق يعني وأنا صغير أنا كنت ببيع أي حاجة لا والله والله أي حاجة مستعدة يعني لغاية الموهبة دي راحت من عندي شوية في سن حاجة وعشرين لما راحتش يا عمر منت لسه بيع لي أصنعه طب حالي كده يعني منت لسه بيع للنجمة دي دول راجل بس عايز أقولك على حاجة هو طبعا زمان أنا كنت ممكن أبيع لحد حاجة وأقنعه بيها وأنا مش مقتنع قوي بس أنا المرة دي كنت مقتنع قوي يعني وأنا بقى أقنع يسرى كنت من جوايا مقتنع قوي قوي هي وشايف قوي هي هتعمل إيه في الموضوع ده هو حتى قال لي اللوك بتاعك صوري بقى لما اندي اللوك بتاعك يبقى عامل كده وعمل كده وعمل كده أنا كل ده وهو بيحكي أنا بتخيله بشوفه والدور على المزورة يعني فكرة وجودها بدل الدكتورة أو الدكتور إنه هو يكون بشخصية نجمة زي يسرى هو كمان فرق في الأحداث وفي اقتناعنا بالتتابعية بتاعتك فهو فرق في كل العلاقات فرق في كل حاجة في العالم في كل حاجة يعني أنا هقولك على حاجة كان بتحصل أول مرة كريم كلمني قال لي تعالى اتفرج على المونتاج فروحت فبعد كم ديئة من الفيلم يسرى بتظهر فأول ما يسرى ظهرت فاكر ويتحك فبصنا البعض كده أنا بصت له يعني فبصني وابتسم ما قلناش حاجة شوية ورجعت ظهر التاني فبطوله بقولك يا كريم قال لي أيوة أيوة من غير ما نتكلم اتفقنا اتفقنا على حاجة واحدة ظهورها وانتي بتتفرجي مانا بسرى طول عمري في التلفزيون والسينما يعني قصدي ولو بتلعطي معا في أولاد رز كان في أيوة بالضبط ضيف الشرف وكده لكن قصدي لا هنا وإحنا بنتفرج على الفيلم كل ما هي بتظهر على الشاشة بيحصل حاجة ففعلا بنبص البعض ظهورها الحقيقة ووجودها في الفيلم مش عايزة أقول إضافة لأنه مش إضافة هو عمود مهم جدا جدا في الفيلم الحقيقة وأنا بشكرها وأنا سعيد مهم جدا 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 أيها